التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحة بالجيش الثالث الميداني وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ونقل الفريق أول عبد المجيد سقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري وألقى لواء أركان حرب هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الارتقاء لأعلى درجات الكفاءة القتالية والحفاظ على الأسلحة والمعدات ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضي ونقل الفريق أول عبد المجيد سقر تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح والتصنيع العسكري بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالمية كذلك الاهتمام بالفرد المقاتل إداريا وتدريبيا ومعنويا ليظل رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضين في أداء المهام المقدسة المكلفين بها وأشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح المتطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الاستراتيجية للدولة وأن القوات المسلحة هي حصن الوطن ضد أي تهديدات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري وأوصاهم بمواصلة البحث والاطلاع لزيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة كما أعرب الفريق أول عبد المجيد سقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو آفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة